مساء الخير ويساعد لي اوقاتكم جميعا لما كنتوا عم تتابعوني ورجعت لكم بفيديو جديد ووصف جديدة اليوم حبت اعمل على الافطار كبابي على الصينية او لحمة بالصحن متل ما بيقولوا اهل الشام وعملنا جنبه كبه نية بهبرة غنم تابعوا معي طريقة التحضير وشوفوا كيف بحضر قطيب صينية كباب مع الخضار بدها اول الشي الصينية اللي راح اطف عليها الكبابة شوية سمنة من تحت يعني بتطلع الطعمي قطيب حتى لو كانت اللحمة الى دهني مع السمنة بتطلع طعمتها طيبة عندي تقريبا كيلو من الكباب بحط لبهار وبحط للملح طبعا البهار هو البهار الحلبي السبب بهارات ممنح سنبلا في الاكل وشوية سمنة موجودة بالمعلقة بتعطي طعمي كمان طيبة بحركون مع بعضهم بهذا الشكل وبعدين راح ااخدهم ومدهم على الصينية بمد الكبابة فوق السمنة ومتل كأني عم بعمل كبه بصينية هيك لحتى يصير الاطراف كلها متساوية وبعدين راح اطف فوق الخضار طبعا فيكن اتقسموا الكبابة بالشكل اللي انتو بتكون ياه للتزين يعني انا حطيت تقريبا قسمتها اربع اربع ورجعت قسمتهم متل كأني عم قسم قطع بيزة عطيت شكل حلو وبنفس الوقت للتأسيم بتطلع اسهل وبعدة بكون بقطع خضار على شكل ترانشهات بصل وفلفل حمرة وخضرة وبنادورة بحطهم فوق الكبابة هيك لحتى تخلص عندي كمية الخضار وتطلع عندي قطية بصينية كباب بالصينية بعد ما بتطبق الصينية بحط مع الاكبير من دبس البنادورة وبزيدها بشوية مي هيا الخطوة بتعطي طعم كتير طيبة للكبابة وبحطها فوق الكبابة وبعدين بجيب قطع سمن صغيرة كمان بحطها على الوش لانه الكبابة ما لمدهني وبرشلة شوية تبهار كمان بيعطي نكها قطيب وبعدها بغطيهم بالصينية وبحطهم على النار بحطهم على النار على نار وسط مجرد يغلو وبوطي النار تحتهم وبعدها بغطيهم وكل شوية يطلع عليها يعني تقريبا بتاخد من التلت ساعة على النص ساعة على حتى تستوي الكبابة وتنشف ميتها انا حضر جنبك ببيني عاملك ببيني من شي كم يوم رح تلكون رابط الفيديو اذا بتكون يا بالتفصيل الممل بس انا رجعت عملتها مرة تانية عندي فليفلي قرون بنقعهم بالمي السخنة بغليهم لحتى يطروا وعندي كاسة برغل لميتين جرام هبرة هبرة غنم برشلة للهبرة بهار وللبرغل ناعم كاسة متل ما قد لكم بخسله بحط له ملح وكمول وبصلي وطبعا الفليفلي انا بشيل مننا البزور وبنظفها لحتى تخف حدا ديتها وبعدها بديرهم على ماكينة الكبابة دورين وثلاثة واربعة هيك لحتى حس انه البرغل والكبابة النية صارت عندي تمام وجازة وبعدها برشلهم شوية ملح اذا كانوا بحاجة لملح وبدعكم بيدي بهذا الشكل وبعدين مشكلهم بالشكل اللي انا بديها ممكن شكلهم بقطع كبيرة وممكن شكلهم بقطع صغيرة وهي صارت عندي صينية الكباب جاهزة ولا اطيب من هيك وطعم بتاخد العقل والكب النية يا سلام كتير طيبة وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو اذا حبيت وصفاتي وفيديوهاتي تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وشكرا لالكن على المتابعة